في جديد الأزمة السودانية قتل 23 شخصاً وأصيب 60 آخرون في مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور بغرب السودان نتيجة قصف المدفعي نفذته قوات الدعم السريع بحسب ما أفدت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر في بيانها يذكر أن الفاشر لم تقع بعد تحت سيطرة قوات الدعم السريع ويقتل فيها العديد من اللاجئين